امتدت صحة المعارك في أوكرانيا لتشمل أعماق البحار وبعد أن تم استهداف خطوط أنبيب نوردستريم التي تزود أوروبا بالغاز أصبح من الوارد أن تتحول كابلات الاتصالات الموجودة تحت الماء إلى هدف لهجمات تخريبية وكابلات الاتصالات هي مجموعة أسلاك رقيقة جدا ومتشابكة وقطع أي منها يتسبب في تعطيل شبكة الاتصالات قرابة 97% من حركة الانترنت العالمية ومليارات الدولارات من المعاملات المالية اليومية تمر عبر شبكة كابلات الألياف الضوئية المتخفية في أعماق البحار يتجاوز عددها في العالم 490 كابل بين نرشط وقيد الإنشاء وتستطيع هذه الكابلات نقل البيانات بسرعة فائقة تبلغ 640 جيجا بايت في الثانية ومع استمرار الحرب في أوكرانيا أصبح من المرجح أن يتعرض مضيق كيرتش الرابط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم والذي ينقل معظم حركة الاتصالات إلى أوكرانيا عرضة للاستهداف الروسي كما تحذر تقارير غربية من أن البحرية الروسية قد تستهدف أي من عشرات الكابلات البحرية التي تربط أجزاء أخرى من أوروبا بالانترنت العالمي وتنقل بيانات من أوكرانيا وإليها وقد أفادت تقارير برصد نشاط روسي متزايد على امتداد الطرق المعروفة لهذه الكابلات من بحر الشمال إلى شمال شرق أسيا والمياه القريبة من الولايات المتحدة المخاوف من لجوء روسيا إلى استهداف الكابلات البحرية الدولية ازدادت مع تواصل الحرب في أوكرانيا وقد دعا خبراء تقنية واتصالات دوليون إلى ضرورة مراقبة الكابلات البحرية وخاصة الكابل البحر الوحيد الذي يربط شبكة الانترنت العالمية مباشرة بأوكرانيا نناقش هذا الملف مع ضيفنا من كيف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية مكسيم يالي أستاذ مكسيم أهلا بك معنا في غرفة الأخبار أبدأ معك بالسلاح الذي أشهره دمتري مدفادف واستهداف كابلات الانترنت ردا أو في رد فعل ربما على ما أسماه بطواطئ الغرب بتفجير نورد ستريم الصحف الأمريكية والغربية خلال الأيام الماضية توجه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا فهل تشعر كييف اليوم بأن حلفاءها الغربيين يحملونها المسؤولية للهروب والتنصل من هذه المسؤولية أولا تحياتي لكم وللمشاهدين ثانيا بالنسبة لتهديدات الرئيس السابق لروسيا مدفادف في كييف نحن نأخذ هذه التصريحات كمزاحة وكأشياء لا تأخذوا على محمل الجد فهو كأنه ينكت وكل تصريحاته عبارة عن تنكيت ونحن نفهم ولكن يا سيد ماكسيم أعذرني على المقاطعة من يتابع ردود الفعل الغربية هناك تخوف كبير من هذا السيناريو البعض يصفه بأنه يوازي حجم قنبولة النووية من حيث الخسائر المادية والاقتصادية تحديدا على أوروبا على حلفاء كييف وتحديدا بريطانيا حسنا دعيني أعطيكي مثالا روسيا إلى الآن في الوقت الحالي تصدر غازها إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا وهم يفعلون هذا منذ تسع سنوات كذلك رئيس بوتين يواصل تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية وذلك منذ أن أتى زيلنسكي إلى السلطة ومدد ذلك خمس سنوات ولذلك لماذا لا يبدأون بتفجير هذا الخط للأنبيب فهو أسهل من حيث تدبيره وسيكبد الأوروبيين ألما أكثر في اقتصادهم لماذا لم يفعل ذلك لأنه يريد المال وأنا أطرح سؤالا استنكاريا فقط لأثبت أن هذه الملمات لا تعني شيئا ولا تأخذ بجدية هذه التهديدات فقط لترويج لنفسه داخل روسيا فهو كان سياسيا ليبراليا والأكثر ليبراليا في روسيا حتى 2022 هذا يعتقد أنه يقال له ما يسرح به وهو غير رأيه ومواقفه كثيرا بعد أن حدثت الحرب الروسية على أوكرانيا ولذلك هذه مجرد أمثلة حول ما يمكن أن تفعله روسيا في هذه الفترة وكذلك ما يمكن أن تفعله للإدرار بالاقتصاد الأوروبي إلى الآن لم تفعل روسيا أي شيء هي فقط تواصل طلبها تصدير المحروقات والغاز إلى أوروبا عبر ميناء أوديسا وكذلك كانوا يهددون ويضعون بعض الشروط فيما يخص باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب من البحر الأسود سيد مكسيم ولكنك لم تجب عن سؤالي سألتك في بداية الحوار عن اتهامات الغرب لأوكرانيا وتحميلها مسؤولية تفجير خط أنا بيب نورستريم معظم الصحف الغربية خلال الأيام الماضية تتحدث عن تقارير استخباراتية ألمانية وأمريكية بتوجيه تحذير للطرف الأوكراني أود أن أسمع تعليق عن هذه النقطة بداية أولا هل لدينا أي مسؤولين يلومون أوكرانيا ويتهمونها بتفجير خطوط أنا بيب نورستريم؟ كلا ليس هناك أي مسؤول لتهمة أوكرانيا هناك بعض المصادر المجهولة وكذلك هناك بعض النظريات وبعض المقالات التي نشرت لكن إلى الآن بعد مرور ثمانية أشهر على ذلك الحادث لم نرى أي دليل ملموس فقط صياغا مختلفة تلام فيها أوكرانيا لكن أي خبير يمكن أن يقول إن أوكرانيا ليس لها الإمكان لتفجير خط أنا بيب كبير مثل النورستريم لأنه ليس سهلا وليس من الكافي أن يتم تأجير يخت والإبحار لوضع متفجرات في مكان وجود خط الأنابيب هناك أقمر اصطناعية وكذلك الروس يوجدون بمراقباتهم هناك في البحر سيد مكسيم أعذرني على المقاطعة من جديد أفهم من حضرتك بأنك توافق الرواية الروسية أو رواية الكراملين بأن هناك تواطئ غربي لتفجير هذه الأنابيب لأنه إذا أوكرانيا نفت هذا يعني بالتالي بأن الطرف الآخر الذي تتهمه موسكو هو من قام بهذا العمل كان في تقرير لسيمور هيرش وعدد كبير من الصحفيين في هذا المجال هل ترى اليوم بأن أوروبا التي دفعت ثمن مرتين عندما خسرت الغاز الروسي الرخيص مضطرة اليوم لأن تدفع الثمن مرة جديدة في المخاطرة بكبلات الإنترنت والثمن على اقتصادها كلا أختلف معك أنا أعتبر أن روسيا هي التي فجرت خطت أنبيب نورستريم على الأرجح إذا ندرت إلى سلسلة الإمدادات يمكن استنتاج ذلك لأن روسيا كانت قد أوقف تصدير الغاز وبالتالي لم يكن ذلك الخط مستخدما حينها وأيضا روسيا واصلت دفع الأموال بسبب نقضها وانتهاكها للقرارات التي وقعتها مع الآخرين وبالتالي تفجير هذا الخط هو من مصلحة روسيا لكن يجب أن نرى الدليل مع ذلك وأنا أعتبر شخصيا أن تلك السرديات التي يرددها الروس هناك الكثير من الأدلة المضادة عليها وخصوصا من الجانب المالي لأنه من مصلحتهم المالية أن يكون هناك عدم دفع لالتزامتهم بسبب قوة قاهرة هي تفجير هذه الأنبيب بعد أن حدثت تلك الواقعة وللتملص من الالتزامتهم خصوصا أما ألمانيا لأن ألمانيا كانت هي أكبر مستورد للغاز الروسي ولذلك لا يجب أن نأخذ في الحسبان هذه المقالات هناك الكثير منها وكذلك روسيا تدفع الكثير من الأموال إلى بعض الصحفيين وذلك من أجل أن يعبر بالأشياء التي تريدها هي وتوجه الاتهامات إلى أوكرانيا دون تقديم أي دليل يجب أن نستحضر أن هذه المقالات غير موثوقة وهناك الكثير منها ويمكن أن نجد أيضا مقالات في وسائل الإعلام الغربية التي تؤكد وجهة نظري وهي أن روسيا مهتمة بتفجير ذلك الخطوة من مصلحتها ذلك لأنهم عارفوا أن أوروبا تضع عقوبات على روسيا وأن الغاز لن يستورد وبالتالي من أجل تقويض آل اقتصاد الأوروبي يمكن القول أن أوكرانيا هي التي فجرت وبوتين نفسه قال أنه مستعد لبدء نقل الغاز عبر هذه الخطوط للأنبيب عندما تصلح وترمم والأوروبيون والحكومات الأوروبية عليها أن تدفع تكاليف الإصلاح وطبعا هذا ما قاله وأنه سيبدل قصار جهده لاشتئنا في التصدير لك سيد مكسيم أذرني على المقاطعة لكن الوقت المخصص لهذا اللقاء قد انتهى من كيف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية مكسيم يالي شكرا